الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى بسم الله الرحمن الرحيم بدأت إمامة الإمام المنتظر فافرح بها فبها يزال كل شر فابن الرسول الأعظم والأكرم به نرى حقيقة معنى الظفر به نرى الخير كثيرا شائعا به نرى الخير يصب كالمطر أخبرني يا أبا علي كيف أصعد من نجاح إلى نجاح أخبرني كيف أقتنس الرتب وكيف أنال البراءات أخبرني كيف أكون عالما على مستوى العالم وبتواضعي أعلو مقامات فقط لو اختلفت الهوية فقط لو لم تكن عربية لكنت بأعينهم أعظم الشخصيات بأعين العالم أنت العالم براءات الاختراع التي تظهر على الشاشة تتكلم عن نجاحاتك لكن نجاحاتك أعظم من أن تكتب حبرا على ورق فحالات الشفاء التي نتابعها تشهد على توفيقك من الله وتسديد من الإمام أرحب بكم مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم دروب الرجاء وأرحب بضيف العزيز الدكتور أبو علي الشيباني نتائج الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تنكشف فالأزمة العالمية في تفاقم والمتضرر الأكبر أوروبا وخاصة ألمانيا عدا عن ذلك رعب يصيب بريطانيا مظاهرات وانفلات أمني ودمار اقتصادي وآخر الأحداث نتابعها وإياك يا سهلا فيك دكتور كلام إلك تفضل شكرا أستاذ علي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين بعدد زنة عرش الله وأمداد كلماته وما أحاط به علمه وأحصاه كتابه يقولون المدرسين فهم السؤال ثلاثة أرباع الحل وهنا مشكلة حتى أنطلق من هذا البحث البسيط فهم السؤال ثلاثة أرباع الحل خوش إذا واحد قل لك أنا أمخلي خبز يمك وماي وسجنك بهذه الغرفة لمدة ستين يوم فأنت تدبر حالك على ما موجود في الغرفة من غذاء يتبادر لذهنك إنه هذه الستين يوم ممكن تطول سنة الغبي أعزكم الله عشر تي يوم عشرين يوم يا كلهن كلهن عنده ذكاء هذه الشهر أو الشهرين اللي ينحط بالغرفة يسويهم خمس تيشرة حط لأن العبد ينسى أو تتقلب الأمور خوش إذا أنا قايل لك هذا الكتاب عندك وين ماكو معضلة ترجع لها لا تسألني كل شي موجود بهذا الكتاب الحل تروح تدور أنت بالشارع على حل وأنت شايل الكتاب تحت بطك تروح تسأل واحد معتوه مثل أبو علي هذا الوضيع أو غير أبو علي أو من الدكاكين الوضيعة والحل عندك واحدة من الثنين لو ما مؤمن به هذا الكتاب الحاملة أنت لو أنت ما تريد التعب نفسك حتى تلقي الحل واثنين هن مثلما في الدين خوش إذا كان هذا الكتاب فيه كل شي لو أنه قرآنا سيرت فيه الجبال وكل ما به الموتى الله أكبر شو هالعظمة تحتاج تسألك واحد بعاد لأنه تحتاج تسأله لو أن قرآنا سيرت به الجبال وكل ما به الموتى يحتاج شنه لو أن صورة الفاتحة أم الكتاب قرأت على ميت وردت به الروح فلا تتعجبه يقول الإمام الصادم إذن هاي تحتاجها للرزق للمغفرة هذه القضية أريد أن نرى شبهها أنا وليه شبهها هاي العظمة كان قال صورة ياسين كان قال آية الكرسي قال أم الكتاب إذا قرأنا أم الكتاب أولها دعاء أي صلاة بنون الحمد ناقصة لازم أول هيل تشكر الله الحمد لك والشكر بعدد زينة عرشك غير تحمد أنت اليوم صاح ما بيك مرض معافة أبسط شيء هذه وأصعب الأمور هذه هي العافية إلهي وما حد سألك ما جايك واحد من الحكومة ينقص عليك اللهم لك الحمد يا رب العالمي هنا أول ما بادئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم من هو بسم الله من هو اسم الله طبعا هنا مشكلة كوش أنت تريد تطب إلى محمد صلى الله عليه ماذا يقول محمد يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها ما يصير أنت طب لي بدون علي كوش إذا أنا رأسا صيحت يا محمد يطلع القرآن يقول ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي لصيرون حمير بعدين شافهم حمير قالهم اضطوا صدق يلا تدقون الباب خوش ما شي يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم من هو وما جعلناك إلا رحمة العالمين محمد كلها يتقرأ محمد بسم الله علي وفاطمة والحسن والحسين ما هو لأن باب الله هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين هذا الباب بسم الله ماذا يقول علي بن أبي طالب يقول سر البسملة بالباء وسر الباء في النقطة التي تحت الباء وأنا النقطة التي تحت الباء حلاها لكم لو مو حلاها مو أنا هذا الوضيع حلها لكم لا أنا ما أطاول على السيادة أعرف قيمتي أعرف نفسي ما أنا إلا بأعوضة تحت قدمي قنبر لهم كبيرة تحت قدمي قنبر تحت محب يعرف علي وقدر علي هاك لذلك إياك نعبد العبادة شلون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ما قال لأله شيشه قال لآدم ها شا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لله اسجدوا لي شان قال اسجدوا لي لا الله قال اسجدوا لي آدم من هو آدم الآدمي الذي لا يعصي هم سمعت بالقرآن إن محمدا وعلي طرفة عين عصوا الله ما يسجدون لآدم للي عصى وغوا وقال الله اهبط هذا جزء من البشر وكان في جنة دنيوية مو جنة الخل جنة الخل ما بيها حساب ولا بيها كتاب ولا بيها منكر ونكير ولا بيها موت آدم بعدين مات له ما مات قلش إذا مات إذن بالدنيا مو بالجنة اللي تصوروها ومحمد لا يموت بل هو الحي القيوم بس انتبهوا للقرآن إياك نعبد آي وحدة إياك نستعين بمن نستعين بهذا الحب نستعين على أن نغير النفس نستعين على الفقر بحب محمد وآل محمد شنو يصب الله لو إن أهل القرآن آمنوا واتقوا لأكلوا من على رؤسهم ومن تحت أقدامهم الله أكبر كل بمحمد غش إهدنا إلى علي صراطك ليش صراط مستقيم خط مستقيم علي معه الحق يدور حيث ما دار علي إذن علي الصراط الذي ليس فيه حوج هناك كارثة صراط مستقيم إهدنا قل لنا وين الصراط يقلكم علي من كنتم مولاه فإن علي مولاه أزيد من هالوضوح بعد أكو سود الله وجهكم هذا الوضوح صراط الذين أنعمت عليهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بالولاية غير المغضوب عليهم المغضوب منهم الذي قال أعطوني أداة وقلم فتركوا رسول الله وعصوا رسول الله ولم يريدون أن يرونه ويسمعون صوت رسول الله هنا مشكلة هذه الآية تشرح لكم إلى أين يتجه المؤمن هذه الصورة إلى أين يذهب المؤمن بأي جو يحلق هذه الآية والصور هذه الصورة والآيات هي الطريق للوصول إلى الهدف ولذلك جعلها في أول الصلاة لتبيين الأمر وتبيانه حتى يذكرك ما تنسى لما حجرتني أعمى وكنت أنا بصير وأشوف قل لطيتك الفاتحة قمت تقراها بس ما تعرف ش توتعني أنت أعمى ومو أعمى ما تشوف أعمى ونص خوش آدم هذا الآ مو العادمي هذا آدم واحد يجي يقول الله إياك تقربوا لهذه الشجرة ومرت تضحك عليه عندنا هوايا قضايا إحنا مثل أكون سام تغفر ليوم اثنين اثلاثة ويطعن بيك يصور نفسه كبير تجي الدعوسة بالأخير مو الدعوسة الدعوسة لأنها أكو ناس السكوت يظنون ضعف وأكو ناس محترمة حينما تسكتوا عنها تقول جزاك الله على هذا السكوت لأن عفوت عني وأكو ناس لا خاصة اللي ينافق واللي يسأل عليك ها واللي يدور عليك زلنا منا منا اش قد رخيص مو بس رخيص منحط هذه القضايا تحتاج منكم أن تعرفون وين واصلين بعلومنا البسيطة بهذا القرآن هما لقيته الطبرسي الطوسي الكليني اشرح لكم هذا الشرع اتحداكم هذا الشرع يقول معلمي يجعلك بين الكفر والإيمان أما تكون كافرا أو تكون مؤمنا خش حينما يقول غدا لأعطينا الراية إلى رجل يحبه الله ورسوله كرار غير فرار منه ابو بكور يقولون ولا معركة اشترك عمار ولا معركة اثمان يقولون اصلا هذا شي دلل غير الطاك وبوح بالرؤية حينما برز إلى في معركة الخندق قال لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله خشي يخليك ما تحدد البوصل أمالتك رسول الله يقول لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله شو ما يخليك بعد يتحدد نطب براءات الاختراع يقولون خل ندرسها شو بيها دراسة دكها تلقيها صدق له لا تدرسها لا تقل لي أنا أدرس أنت كل شي ما تحرف إذا درست أو ما درست هذه قضية ذوي الاختصاص يعني تدرس لا تدرس ما يهمني تدرس أو ما تدرس نحن محتاجين أن تكون على بيّن من أمرك تحتاج أن تكون عندك وضوح بالرؤية هذا قرآن القرآن كتب فيه كل شي الله من القصص أحيانا تقول والله في هذه القصة موحظة في هذه الحالة رسالة والقرآن كله رسائل حينما نقول إن أمرأة العزيزة تراود نفس فتاها رسالة حينما تقول الآيات الكريمة بأن في القرآن في صورة التحريم رسالة حتى ما نختلف بس إحنا سؤال أسألكم أكو أزيد وضوح من هذه القراءة العظيمة إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وأن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا عسى ربه انطلق كنا أزيد منها الوضوح وهذا القرآن ما تعتاج أن يبسر لك الشيخ العلاني والشيخ الخرفاني ما تعتاج هذا قرآن أزيد منها الوضوح بعد أكو خوش المتصدرين وتاركين أهل البيت والكتاب نحن نصير علماء أكبر من القرآن وأكبر من أهل البيت لأن نحن صرنا أهل الذكر ونحن لا نعرف البهامة من الخروف حط لياها شلون هسى آدم حجح شاين قلبة عليها الدنيا هذا آدم هذا أو أنت كل هذه كل متاعبنا من وراء ذوله كل متاعبنا من وراء ذوله نحتارين بالقضايا الجانبية والكذب على الله ورسوله خوش هذا القرآن أنا أردحاجج بحدا بحقه من نزلت يقل لك السني بحق حفصة وعائشة شا خوش بعد شو تريد أنت قايل لك شنه الأوصاف مالت مو صحيح من يحتي لك أنا أوصاف اليهود شي يقل لك ألذوا أعداء الإسلام اليهود يجي أبو علي الإماراتي هذا أبو علي يقول لا اليهود ناس خوش يعني أنا أفهم من الله ويجاب لك يجاب لك المعتو ويريد يقنعك اليهود خوش هوادم هذا من هو الأفهم محمد لو أنت القرآن لو أنت علي لو أنت ما عدنا الجرعة نحاجج بالقرآن نطلع إحنا بالسياسة نحتي شا القرآن وينه ليش السياسة تركتنا القرآن ونبذنا خلف ظهورنا هذا يصير خوش سؤال أنت تقعد تحكي لي بالدين وأول ما تجيب أهلك وبنعمك وبنخالتك وبنجدتك بالأحزاب هتحط يمك هتحط يمك شاوين الثقة بالحزب اللي ألفت أنت العددين يعرف الناس عد بصيرة لذلك أخوان نحن محتاجين أن نبين للناس ما هذا كل المجتمع وقد حولته الدنيا وغير الدنيا والشيطان إلى أحزاب ما هي إلا زبدون في البحر والزبد يذهب جفان في يوم الأيام مشيت للواحد ألقيته يحفر حفرة ويرجحها يحفر حفرة وجعل ضحكت آني واحد وداني إلى السلام عليكم قال له وعليكم السلام ورجع يشتغل يحفر الحفرة ويريد يطمها يحفر الحفرة قلت له لي كمشت المسحة مالتا كمش وقف خرد أسأل أبو ياك طيني فنتيج طيني فنتيج يعني طيني مهلة حتى العرب يعرفون شو طيني مهلة خلنا يحجوا ياك قل لي لاتله هيني قلت له لي أنت جاعد يسوي تعفر الحفرة وطمها يلي جاعد قل لي نفسي إذا أنت عليتي على ربك أحفر لك هذه الحفرة وارجع أحفر لك وارجع أطمك وارجع أطلعك وارجع أطمك لما تموتين قل لي يقعد يقعد تاكل قلت له لا تشوف فقير وتهستهين به سمعوا يا العراقيين ولا تشوف حمال يشيل على ظهره وهو ما متأكد منه ظهره قوي ولا تشوف واحدنا في خريشاته على أنه خشادمه وبالحلال يا ابني للثوب يقيمك ولا عطرك يرفعك ولا قوتك تحملك إن لم تكن مؤمناً بعلي وقضية الإيمان بعلي يا ابني تشبيرة وتهد الحيل قلت لها قال لي يا ابني ما تقدر لها خلينا يشتغل يا ابني عندي شغلة ذكب فيه قلت لها والله ما خليك تشتغل ده ما تقلي قال لي يا ابني أقلك القضية يمع لي مسدودة تعال يا ابني ويا ليش مسدودة قال علي يريدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر شي خليك تأمر بدنة ثنية شلون الشي للهوى شلون تقبل بما قسم الله إليك حتى تكون ويعلي يا ابني خليني ويشغلي وردي يشتغل وأنا قمت لديك على رأسي رجعت له شم خلص دراسة قال لي يا ابني درست كل علماء اللي يريدون العلم بس يا ابني ما لقيت واحد وقتهم درس لقيت كل واحد منعتهم بس يطلع مني يخرب يا ابني أنا ما عندي شهادة أنا اللي علمني القرآن وعلمني الإمام لأنه نور القرآن الله نور السماوات والأرض حينما يدخل جزء من هذا النور في قلبك فعليك أن تعرف أنك وصلت إلى ما لا يصل به أحد ولا تسألني بعد وانقلع لذلك أنت شلبت بأهل البيت الوصول مثل ما قال الأخي إلى العالمية سؤال أسألكم العراق يدرس براءات الاختراع هل يشوفها الصديق لو تشذب واليوم ما تحتاج الدراسة هاي دراسة تحطها على الكمبيوتر تردقها بالحاسبة تطلعها مضبوطة لما مضبوطة قلوش إذا طلعت مضبوطة هذه هل إلاتك البحث فدى 400 ورقة ما أطلعتك البحث أطلعتك بس الموافقات قلوش البحث وافقها وعلي صار دواء ها إليك خلق تقرأ ما لك خلق قلوش شنه اللي يخليك أنت تدرس هاي القضية ها أنا أنت تدرس من وراء FDA وزاء منظمة الصحة والغذاء الأمريكية العالمية حقيقة قلوش أنا اليوم مطيك دواء جبت لك هذا الدواء تروح تدرس هذا الدواء شنه هو لش تلقي بيه تقدر توصل له لو دولة اللي صنعوه وحصلوا على موافقة FDA وقاموا ينبع دولة يسألون ولكن أنت من ما تريد أبو علي أو أنت ما تريد شوف خلقة أبو علي تروح تلجأ إلى اللجنة الفلانية إلى الدراسة الفلانية إلى الفلان الفلاني تعرفوا ليش أنا الآن بكل دول العالم جواء طباء على مستوى العالم الآن أخذوا من هذا الخليط من الدواء الآن أخذوا من هذا الدواء ليحصلن الموافقات في بلدانهم ما قالوا لطين الدراسة أو طين الفلان قبل عمالقة الطب إذن نحن محتاجين أن نكون منصفين لو كنت اسمي ديفيد هل تحتاج أن تدرس معي أو تدرس براءات الاختراع وأنت موافقتك ما تعني لي شيء إذا أنت وافقت أو ما وافقت ما تعني لي شيء ولكن أنا أبكي على نفسي إن وضعت الموافقة بين يديك وأنت لا تعرف سر هذا الأمر إنه من الإمام المهدي لو كنت أنا وحدي لم أصل مو لم أصل لم يخرج هذه تخرج هذه الأبحاث من باب الغرفة لأن مقوماتها صعبة تحتاج مليارات الدولارات وأنا لا أملك قوت يومي الآن وصلت وتعدت كل العالم وصلت على قمة الجبل هذا عن كل الناس تطمح يقول لك أنا أنا أقول مو أنا بس أعلموا مو بشر من هاي الدكاكين البالية لا لا هذا عقلكم الما يستوعب اللي قال لي عن قاسم سليماني تصورون بشر مثلكم ياكل وينام وإذا جاعي يكفر بربة قوش اللي قال لي عن الغاز وقال لي عن سماحة السيد مقتدى عزه الله وأتمنى أن يرجع إلى السياسة خلي اسمعني أنا ليس مثل الذين حولك أنا أبو علي كانت الصحراء عجزت عني والذئاب كنت أنا راعي الذئاب في الصحراء تقبل علي فتنام تحت قدمي حينما يقول للناس هناك ضبعا أو ذئبا أقول لأختبر قوتي هل أنا على دين محمد فيفر مني هذا الذئب أو ذاك الضبع أم على غير دين محمد حتى يأكلني واسأل أهل المنطقة أنا حينما أقول أسأل أسأل الناس كلهم منظر هل أنا عندي دين أنا الذي قال لمحمد صادق الصدر ستقتل هذه الجمعة وسيد عبد المير ابن مير بطبيخة أرفع أنت أكثر من كل الناس شاهدون على ذلك أنا لا أريد منصبا ولا لجنة اقتصادية ولا أكون في وزارة الصحة أبيع وأشتري أنا أبو علي كفيني رغيف خبز يابس قد مر عليه قرن ولا أريد أن أستنجد بكم فأنا من الذين أعرف كيف أتعامل مع الناس ومن يكون فيه كان في الله لا يخاف عليه أحدا ولا يحزن ولكن أعرف الأمور إلى أين ستذهب أنه الهدوء قبل العاصفة نرى هل أنا كذاب أم صاحب دين والناس من حولي قد أحالتهم الظلم أن يعوني وأراهم اللهم صلي على الصديق العظيم علي بن عبي طالب الذي به نرى ونبصر وبدونه لا نرى ولا نبصر من يريد وجه الله فإن علي وجه الله من يريد الصوم والصلاة تقبل فلا تقبل إلا بعلي ولا عز بغير علي ولا دين بغير علي ولا كرامة بغير علي ولا شجاعة بغير علي ولا إحسان بغير علي فإن علي هو العلي اللهم صلي على الصديق العظيم فاطمة الزهراء خلونا نضحك على رواحتنا فاطمة خذوا منعتها صادروا منعتها الضي عمالتها فتك الله أكبر يضحكون علينا ما يريدون يقولون الحقيقة من نشأته عمر يوم صار عمر عشر سنين والمؤمن يقرأ بيوم مفات فاطمة الزهراء أخذوا منها فتك ما قالوا لنا فاطمة شو مظلوميتها طلعت مظلوميتها مظلومية مرعبة ما يريدون يقولون حتى يخسلون دماغنا أو منط الحق على السقيف البالي المنتهي دجالين من ذاك الوقت من ذاك الوقت هم مشبكين من ذاك الوقت اللهم عن كل من ظلمها واستباه حرمتها وأسس أساس الظلم والجور عليها قتل أولادها كسر ضلعها أسقط جنينها صادر عرثها وورثها ما هو ورث فاطمة الخلافة ما هو ورث فاطمة الولاية يطلع لك دجال من هاي الدجالين والله خذوا وضي عمالتها والمزرعة عمالت فاطمة وتبشع عليها لمن ماتت سؤال بحظكم وبخدكم وتشم واحد ياخذون عند المزرعة يقول برجلي بس كون أنا سالم وطيب كانت تبشع للولاية اللي فندوها ودمروها كانت تبشع للخلافة اللي أخذوها اللي ما يعرفون الناقة من الجمل واحنا السرسرية امصدقين بأن فاطمة اعتها ضيعة واخذوها من ات منه القال ان اللهم انعل كل من ظلمها واستباع حرمتها وآذاها طرفة عين كسر ضلعها اسقط جنينها هتك سترها صادر ارثها وورثها وفجع عليا بها وسن سنة الموت عليها وعلى أولادها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد اللهم صلي على الحسن المجتبى والعن معاوية من الطلاقاء لو كنا احنا ويا الحسن انكتل احنا الآن كنا احنا مع معاوية ونبكي على الحسن سؤال لو كان معاوية وحيدا فريدا ولم نكن يده التي يضرب بها ويبطش بها هل يستطيع ان شنو ان يؤذي علي بن ابي طالب هذه العذية وين الدين هذا معاوية ابن الحيض ابن الزنا ابن الطلقاء يقصي عليا وعلي الحق فكيف الباطل يا مولاي ينتصر عليك لقد سقطنا انت انتصرت ونحن الذين سقطنا وركسنا في منتهى جورة السقوط صدقنا بابو موسى الاشعري من يقبل التحكيم على علي يشك بولاية علي انا واحد يجي يقول لي الان ما رأيك بالولاية يقول لشو رأي لشو اللي رأي ان الله انما الله وليكم والرسول والمؤمنون انا احدد له هذا الله اذا انا كافر اذا حددت وين تقع الولاية وين مظلوم يتعليمنا اللهم صلي على الحسين الذي لا زال يكتب اهل من ناصر ينصرني على نفسي لا يغير الله قوما ما لم يغير ما بانفسهم اللهم صلي على علي بن الحسين يعلمنا درس بالاخلاق ما عدنا اخلاق اللهم صلي على محمد الباقر على جعفر الصادق كيفنا سوينا مدارس دينية حتى نضرب مدرسة الامام الصادق نضرب مدرسة محمد الباقر خرجت هاي المدارس لو شاعر لو حافظ لالفية ابن مالك لو معلقات وعنطرة بن شدات كل شو ماكو غلاوتكم ابد قوش هاي المدارس تحلمه كله بدون القرآن تعرف شيء سئله واحد مؤمن قل لولتي شنو وقال له ما أنا كافر انقلبت الدنيا الطهم علي قد عقلهم ومن يكفروا بالجبت والطاغوت فقد استمسك بالعروة الوضقة كمل لهم خروا مثل الذباب شوفوا شلون ومن يكفروا بالجبت والطاغوت قال له ما أنا كافر ما استأنوا ما صبروا علية هذا مخوش آدمي هذا جمعهم العصر قالهم تعالوا قالوا لهم تكافر من اجي ليك مناكل عندك قالهم ألم تقرؤون هذه الآية اقرؤ آية الكرسي بالأخير شنو ومن يكفروا بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوضقة انتوا كافرين بالطاغوت وحياتكم لا انتم ساعة هوسون مع صدام ساعة هوسون مع أمريكا ساعة هوسون مع بريطانيا ولكم أزياد طاغوت من ذول تكرهون ايران ايران بره بره ليش ايران بره بره شو سوت لك ايران سوتك حرامي لو انت حرامي مو ايران تنادي الولاية اتريد مشلبب علي ابن ابي طالب وانت تريد تقطع هذه الايد تشرت عليكم الترجعون الى الدين اللهم صلي على موسى بن جعفر على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الامام القائد والرب والالله الذي سيملأ الارضم قصلا وعدلا بعد ان ملأ الظلما وجورا هناك واحد يبحث عن الامام المهدي البحث بكلمتين ان تأمر بالمعروفة تنهى عن المنتقل شكرا اليك دكتور معنا اتصال السلام عليكم ضروب ورجاء تفضلوا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله مولاي مولاي على الشيباني على رأتي وانشاء الله ينصر بجا حبيب محمد انا خادم امرون انا دكتور صال 20 سنة عاني من ظهري خاصة اليمني وبعدين حملت الوجاع يا دكتور لا رأي عليك قل العملية يا دكتور لا رأي عليك قل العملية اخر شي رح يسوي العملية بعموان اي نعم وجيت وما يصال ستتتتر ستتتر النوب يعني امشي لي ويعني ساعة تحرك بالبيت ارجع اروح انام ما قدر يعني ظهر النوب بعد أكثر والعصر كان يشكل عندي لسهبوا على البناطة ليتاني رقبة همي شكل عندي العصر اي مندليكم على الطريق ما تبشون شاهد سوي لكم انا خادم لكم اهلا وسهلا احنا عدنا القليطي لعالجك اهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك انا اتصال السلام عليكم ضروب الرجاء تفضلوا وعليكم السلام وحمد الله اهلا وسهلا اسمك الكريم سليمة بالزهري من وين عم تحكينا انا من نهروان اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلي شو مشكلتك اهلا دكتور عمي اسمعك تفضلي السلام عليكم دكتور رب علي خادم الجنبكم الكريم اعمروني خادم ربك فعلا عمري احب شكرك على صدقك وعلى كرمك انسان راقي والله العظيم اجد علاجات ما فادت الا علاجك الوحيد اللي فاد شو هو اخذت اخذت علاج للستة والحمد الله والشكر طبت من السكر وخذت علاج للكرونة والحمد الله والشكر طبت من الكرونة وهسا عندي هالشاشة بالعظم وعند انزلاق وسوفان وعند هرمون جاي جيد وزني يعني خلال شهرين صار زدت 24 كيلو عدش الغدة والتكاك وادر بيها ما الطيري الغدة وعدنا خليطي يقينا للي طيبة من السكر وطيبة من دنيا عدنا خليطي طيبة وينازل لكي الوزن من نفس الوقت وما يخليها بعد تفرج بإذن الله أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور ذكرت بالأمس أن الذنوب هي سبب البلاء فمن خلال ما وصلت إليه من العلم أسألك أن المريض الذي يعاني من جلطة أو التهاب تبحث عن السبب وتعطيه الدواء الشافي أما أمراض النفس وابتلاءاتها هل يكفي فيها التوبة أم يجب بعد التوبة أن يعمل صالحا خطى تطيب النفس عبوهن الاستغفار وأن تعرف أنه هذا خطأ عليك أن لا تعود إليه على الأطلاق يعني شلون التوبة الصادقة التوبة الصادقة أكو كهرباء وأكو نار من تحط صبعك تنتل من تحط صبعك يحترك خلي ذني قدامك ما تسوي غلط سوي شيء ثاني اللي ترضى إلى نفسك ارضى إلى الناس واللي ما ترضى إلى نفسك لا ترضى إلى الناس مثل تخابر واحدة قضية خاصة هذه القضية الخاصة إحنا ما نشتغل بها إحنا نشتغل طب وحينما نعمل طب ما نقدر روح بالقضايا اللي تأدي إلى إذلالنا وتقليل من قيمتنا ما نسويها خليوا روحون الغير مكان يسويونا شكراً لك دكتور معنا اتصال السلام عليكم دروب والرجاء تفضلوا السلام عليكم أهلاً وعطينا من الاسم الكريم عليكم السلام الاسم الكريم لو سمحت دكتور 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 يا بعد روحي انت يجل لمستجفى صارت كربله وحكي عن الطبيب علي الأكبر في إبالية هو المظم الحبيب اخذ وصفة بنبو الفضل العباة وسبيها تطيب يا بعد روحي يا دكتور تفضوا روحاً لك أنا خادم وخادم جوّر انت ملك من الله انت ملك من الله يعني انت علمتني والله العظيم ما كفنا واحداتي مثل تعلمنا الله شاهد ورسولي تعلمنا من عندك وقال متابعتك من 2014 أنا خادم خادم إلك خادم أمريل الآن خادم للزهراء خادم للزهراء يا بعد روحي انت فضوا أروح لك وأطلب من عندك طلبة فضوا أروح لك انت علم العراق وأطلب طلبة من عندك أريدك اتخلي لك علم عراقية من مكتب وأروح لك والله لي طب مكتبي المكتب الخاص تلقيني العلم العراقي وعلم مكتوب عليها يا قائم آل محمد بمكتبي مكتبي علم شبير وأبداً وأنا أفتخر بالعراق وبعراق إيتي وأنا هذا العراق ذرة اطراب ما أبدل بي لكون كله نعم 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 ان شاء الله من تجين من تجين سمعين زتنا من تجين أنا ما أقلون حدا يوصل المكتبي من تجين رح أوصل جموة الشركة إلى مكتبي شوف العلم يصير خاطر شوف العلم قائم آل محمد يصير خاطر شلو لا أنا خادم إليك أهلاً وسأل شكراً لأتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور القرآن الكريم ذكر أصول الإمامة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ثلاث فئات الله والرسول وأولي الأمر وأيضاً في آية ثانية إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ألا تبين هذه الآيات للذين على أعينهم غشاوة وعلى قلوبهم غلف إمامة أهل البيت لا دولة كلهم مثل هذا آدم دولة كلهم مثل آدم نهاهم الله والشلبة ويقل لي شوف الإمام أخطر ما يكون على الإمام من أنت تعرف أنت تكذب على الإمام وتقله أنا الأعلم والإمام يقول لك أنت كذب ومنافق وتقله لا أنا الأعلم شلون هاي ترهام ترهام حلوها إلي هاي الناس تتحدى الإمام وقضية الأنصاري قضية كبيرة من اجتمعوا على أنه يولون واحد من عدهم الأنصاري كان ما عنده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ما كان عنده دشداشة لابسه بشقيقه فهذا اللي يريدونه تصاري حق واحد من قرائبة من دول الحبربشية اليمة الحاشية الملكية إجا الإمام كموشة من تلابيبة قل له قول للأنصاري لا أخذ وروحك قبل لا يأخذح إزرائي قالهم صحول للأنصاري فاتفاجأوا مئتين واقفين تلهم يقول واحدهم يقول آني إجا قال له أنتم مكاني آه قاموا يتفلون عليه على هذا الميت تفلون عليه ويسبون به ويتفلون على الأنصاري إجا الإمام سألهم بمسألة الناسخ والمنسوخ ما قدروا يجاوبون بها إلا جوابها الأنصاري قال هذا أعلمكم اختفلنا الإمام عافوا لك حتى ما سلموا عليه ليش قاطعوا مقاطعة مرحبة غير يطيعون لأنه هذا بأمر الإمام صار مرجع الآن الدنيا كلها بأمر نفسها مو بأمر الإمام شكرا إلى دكتور شو بتحب توصي المشاهدين بنهاية الحلقة اخوان أنا مسير وغير مخير حتى بعطائي صدقوني مسير وغير مخير أحيانا أجي إلى مكان ولا أقدر أوصل له القواحد بي قاعد بالشارع لازم أعطيه وأعطيه كل ما عندي ما أعطيه بحبالكم شوية يعني ما أقدر أقولكم شيء ما تتوقعونه تقولون يكذب أبا لا الله يشهد وهذا القرآن كنت رايح إلى مكان وإذا يجينا رجل ودي قال لي أنا قصدت الإمام المهدي وجيتك قلت له بي أمر من قال بي أمر المهدي قلت له كم تريد قال أريد هل قد مبلغ شبير قلت له أنا لا أملك بمحفظتي إلا هذا المبلغ عدة نفس الرقم ضي السبعمائة دولار من عنده إلى أحد الأخوة حبا في الله وقلت له بقى هذا المبلغ هو نفسي تلي طلبته حسبه لا نجح ما قال لي شيء وعاف نقام يعني قال لي أريد يقول شنو هاي الصدفة مو صدفة أنا مسير حتى في عطائي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة